الخبر أول يعدنا على القمر الطاية وقصفها النور مارو يارا القصة يا حبايب بالمختصر أنه يارا قبل يومين نزلوا شوية ستوريها كانت زعلانة وتقول رح تعتزل اليوتيوب إذا بقت تفاعل عادها شوية نازل هذا دخل لقمر الطاية أنه بعدها بكم ساعة تكتب على صفحتها بالتليجرام يا حبايب أنه بالبداية تشكر متابعها على الدعم الرهيب الذي يقدمه لهيها وبعدها كملت وقالت أنه أنا بعمري ما بيشيت أو ضجت أنه أنا ما بكيت ولا ضجت على متفاعل شوية نزل رغم أن انستجرام بأخير فترة بيخلل واضح أن هي قاعدة تقصف يارا أنه قاعدة تبجي عن متفاعل مالتها أنه متفاعل مات قلان وصار تقول مع ذلك التفاعل مالتي أقوى من هواية الناس وما يقدرون يجيبوه فكرة يا حبايب بالكومنتان شركة بحركة قمر وقصفها ليارا يا حبايب بالضاف أنه قمر الطاية أعلنت أنه ستنزل المقطع اليوم على الساعة بثمانية ننتقل حاليا النور مار ولانا وتهجمها على قمر الطاية بالمقتصر يا حبايب نور مار أكثر شخص حظه سيئ بالمقتصر كان يريد أن نزل حلقة من برنامج جديد ولكن للأسف قاعدة تصروا مواقف واشياء خلتي أنه يتأجل برنامج يومين كامل هذا اللي خلال النزاع المنتدى يا حبايب صورة صورة لانا وكاتب عليها حيث أنه شخص ضار بنعين ما يريد الحلقة أنه هي تنزل ويعتذروا متابعينا والحلقة ستنزل اليوم إن شاء الله في الأغلب توقع أنه يقصد يا قمر يا متابعي القمر لأنه مار يدون يا لانا تكون وياه يعني فما أدري صراحة إكتبوا بالكومنتات ماذا رأيكم وجدتوا بتحمسين يا حبايب لحق الأولى من برنامجة وإن شاء الله ما يصبح خطأ اليوم ننتقل حاليا النور ستار واعترافها بحبها الكريم بدون أي مقدمات يا حبايب نزلت هذا الاستوري سألي هل أنتوا كريم تحبون بعض هو نايم على كتفها وهي حطت تصويق هل تقون حب بعض أو نحن مصدقاء ولكن وضح صراحة أنه ما يحبون بعض بما أنه هو نايم على كتفها وبعدها يا حبايب نزلت هذا التيك توك قاتبة أنه ليش هو كريم شخص المفضل عدها فحطتوا أنه السبب الأول أنه هو شون اللقاها أنه لقاها هي جانت وحدها وأنه شون هو يحميها من الأشخاص ومنسلوا كشون يعاملها معاملة كلش حلوة بالضافة أنه قالت أنه يتصرف على طبيعتها وياه لأنه يتحبه يعني فعلى طبيعتها يعني تصرف وأنه نظراتها إلها أنه واضح أنها نظرات حب وبالضافة قالت أنه انخطط المستقبل وياه بعض يخططون شون يتزوجون وأنه هو ينور لها حياتها بالكامل واضح صراحة لكلام أنه هي تحبه وقالت أنه هي متعلقة به هواية فاكتبنا بالكومنتاج شواريكم بنورستار وإعتراف الحبها الكريم وبالخدام يا حبايب عن ميامين وعيد ميلادها في اليوم يا حبايب عيد ميلاد ميامين أحدا أضاف فريق نورمار كل عمتم بخير عقبال مليون سنة يا رب وبس يا حبايب لها وصلت المقطع فجر نقطع باللايكات شأنكم فيهت زي ما قادم منك القصص قدر التعب أحبكم وبس مع السلامة